ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة واستهل مدبولي الاجتماع بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى الإصراء والمعراج معربا عن تهنئته للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية ثمن مدبولي الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع الجهات للإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريا من أوكرانيا فور صدور توجيهات رئاسية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة في هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بضلالها على العالم بأسره وخلفت تداعيات سلبية كبيرة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها لافتا إلى أن من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توفر استلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة وفي ذات الإطار كلف مدبولي بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات من هذا النوع وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء الأستاذ كمال ريان ضيفي الكريم بعد التحية السيد رئيس الوزراء وجه بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول ومنع التلاعب بالأسعار ونظرا لأن هذه الجزئية غاية في الأهمية بنسبة للمواطن ما هي أهم الإجراءات المتابعة في هذه الأمور بداية السياة الحضاء كل سادة المشاهدين الحياة بالفعل يعني طبعا الحرب الروسية الأوكرونية كما أشار رئيس الوزراء بطرق بظلالها على العالم كله ومنه طبعا مصر وهناك أثار قصادية سلبية وأبعاد مختلفة الدولة عملت على التخفيف من حدة هذه الأسعار واتخذت إجراءات لذلك وطبعا في مقدمة هذه الإجراءات تأمين توفر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة اللي بيمر بها العالم كله أيضا فيه تكليف للرئيس الوزراء للوزراء والجهات المعنية بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع أي تلاعب في الأسعار أو استغلال الظروف اللي بيمر بها العالم بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح على حساب المواطن أيضا تم التأكيد على التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من جانب التجار الجاشعين والدولة وفرت مختلف أنواع السلع وأمنت احتياط استراتيجي من مختلف أنواع السلع ورئيس الوزراء حق تحذر من أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات ووجه بالتنسيق أيضا مع الغرف التجارية في هذا المجال وكان في أيضا رسالة طمأنة للمواطنين أن المشروعات القومية الضخمة لنفذتها الدولة ومنها على سبيل مشروعات الصوامة على سبيل المثال هذه المشروعات اللي نفذتها الدولة بقيادة وتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور كبير في أن يتأمن احتياط يقوم من السلع للمواطنين إن شاء الله ما يكونش فيه أي أسار يعاني منها المواطن نعم كان للقيادة السياسية ضيفة الكريم بعد نظر فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السلع الإغذائية كما أشرت كيف تم ذلك؟ بالتأكيد طبعا المشروعات القومية الكبيرة اللي نفذتها الدولة بتوجهات ومتابعة حقيقة مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما الحمد لله حدث قبل كده وأن مصر عدت جائحة كورونا من خلال المشروعات القومية الكبرى أيضا وما كانش فيه تأثير كبير أيضا هذه الأزمة من خلال مشروعات زي مثلا مشروع الصوامع اللي بيوفر احتياطي استراتيجي آمن من القمح وأيضا المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة اللي سبق نفذتها الدولة كل دي يعني زي ما كان لها تأثير نعم ساهمت فيه لكن أيضا الصوامع بتساهم في النية إن شاء الله تؤمن احتياطي قوي واستراتيجي من القمح يؤمن احتياجات مصر خلال الأزمة اللي بيمر بها العالم نعم الكاتب الصحفية المتخصص في شؤون مجلس الوزراء الأساس كمار ريان شكرا جزيلا لك